اشتركوا في القناة ويطيب لي ان اقول قد زعزع السيستان وتحية ايضا للجيش الوطني الشعبي الذي من خلال موقفه قد دفع اصحاب القرار الى الاستجابة لمطالب الشعب وفقا لما ينص عليه الدستور وخاصة المواد 7 و 8 و 122 فالدستور هو مسار الحكمة ومسار العقل لانه هو الوحيد الذي بوسعه ان يضع كل واحد امام سوريته وان يجنب البلاد كل مكره ولهذا فتمسكنا به وتمسكنا بتطبيق بنوده وكنا اول من بادرة على حتمية الاقتداد بالدستور وذلك قبل استدعاء الهيئة الانتقابية وكان ذلك نابع من قناعاتي ومن حرصي ومن غيرتي على هذا الوطن وان كان ندائي انا ذاك قد ازعج البعض فلنتذكر بانني اول من قال السستام ولا انا وقلت فاني مصر للذهاب الانتخابات ان كان رئيس بوتفليقة مترشح او غير مترشح فقررت خوض المعركة رغم ان بوادر العهد الخامسة التي كانت طاغية على المشهد السياسي ان بعض التموقعات بأدات رغم كل ذلك قررت بخوض تلك المعركة وبعد قرار الاستقالة لرئيس بوتفليقة فنحن نطالب بالاقتداب دستور جملة وتفصيلة والاخذ بعين الاعتبار الارادة الشعبية والعودة الى المسار الانتخابي والاخذ بعين اعتبار الملفات المودعة من قبل المترشحين الاوائل في المجلس الدستوري والفحص في قانونيتها وكذلك فتح مجال ترشح لكل مترشح جديد يريد خوض هذه الانتخابات كما نشير الى اتخاب قرارات للسماح للمواطنين لمراقبة صناديق الاقتراع ونظرا للوعي الذي برهن عليه الشعب الجزائري وخاصة الفئة الشابة منه فانني 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 ارى انه من الواجب فتح مراجعة القوائل من الانتخابية حتى يتسنى لاكبر عدد من المواطنين ان يدلوا باصواتهم في هذه الانتخابات المصيرية للبلاد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والمجد والخلول لشهدائنا الابراب وتحية الجزائر اشتركوا في القناة